وعيا من الملك محمد السادس بالدور المركزي الذي يطلع به الشباب في نجاح أي مشروع تنموي فقد كرس خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2019 هذه العناية من خلال الدعوة إلى تحفيز روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب حضرات السيدات والسادة البرلمانين إن بناء مغرب التقدم والتنمية والتجاوب مع انشغالات وتطلعات الموطنين يتطلب تدافر وتقامل جهود الجميع ومن هذا المنبر أدو المؤسسة التشريعية التي يتمثلونها والجهاز التنفيذي وقيد القطاع الخاص وليس من القطاع البنكي لانقراض في هذا المجهود الوطني التنموي والمساهمة في إنجاح المرحلة الجديدة التي ندخلها يوم السابع والعشرين من يناير الماضي أطلق الملك محمد السادس البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات حيث تضمن مجموعة من التدابير الموجهة لتجاوز أهم الصعوبات التمويلية التي تعرقل طموح الشباب المغاربة حامل مشاريع المقاولات يهدف البرنامج إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال التصدير خاصة نحو إفريقيا وتسهيل ولوج عموم المواطنين للخدمات البنكية والاستفادة من فرص الاندماج المهني والاقتصادي خاصة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المنظم ويتوخى البرنامج أيضا دعم المشاريع المقاولاتية في العالم القروي خاصة المتعلقة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا سواء كانت فلاحية أو غير فلاحية ولضمان النجاح الكامل لهذا البرنامج تم إحداث صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية في إطار قانون المالية لسنة 2020 وتزويده بغلاف مالي يبلغ ثمانية ملايير درهم ممول من طرف الدولة والقطاع البنكي وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورافقت هذه المبادرة الملكية مجموعة من المبادرات الرامية إلى تثمين الشباب كبرنامج مدن المهن والكفاءات الموقع في السادس من فبراير عام 2020 بمبلغ استثماري قيمته 3.6 مليار درهم في أفق إنجاز 12 مدينة للمهن والكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة والتي ستعد بمتابة منصات متعددة الأقطاب للتكوين المهني لاستقبال 34 ألف متدرب بشكل سنوي وينضاف إلى هذا البرنامج الطموح إطلاق المكتب الوطني للتكوين المهني سنة 2019 لورش تحيين هندسة التكوين الخاص بجميع القطاعات وسيمكن في أفق الدخول التكويني للسنة القادمة من توفير شعب جديدة وبرامج حديثة تستجيب لحاجيات المنظومات الاقتصادية القطاعية والجهوية ترجمة نانسي قنقر